موسيقى قرار المحكمة الدستورية تحصين للديمقراطية ونقطة على السطر إلا أن البعض اعتبر هذه النقطة إخلال جسيم بمبادئ الدمقراطية ستعيدنا إلى بداية السطر بعد أن احترف البعض تجارة الإقامات ورخص البناء الغير قانونية هل عاد اليوم في ظل الصوت الواحد سوق الأصوات الانتخابية بإشراف بعض المشبوهين؟ هل صحيح أن حالة الصراع السياسي تفاقمت بسبب استبداد وتأجيج المعارضة؟ وهل حقا زاد هذا التأجيج بعد دخول بعض المنتمين لأسرة الحكم على خط الصراع؟ الإخوان المسلمين تنظيم نشأ في مصر وانكفأ في مصر هكذا يقرأ ضيفنا المشهد الإخواني لكن هل هذه القراءة دقيقة؟ أم أن التنظيم سيعود أقوى مما كان عليه؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 وأنا كنت في خدمة بلدي طيلة هذه الأربعين عاما من مختلف المجالات وأرجو أن تتاح لي الفرصة من خلال الاختيار الشعبي أن أخدم وطني مستندا إلى هذه الخبرات من خلال مجلس الأمة لأن كما نعلم جميعا فالدولة قائمة على نظام السلطات نظام المؤسسات ومجلس الأمة كمؤسسة من مؤسسات الدولة ومؤسسة التشريع والرقابة من خلالها نستطيع أن نقدم الكثير ومن خلالها أن نفعل رؤيتنا نحو الإصلاح والتنمية حياكم الله ومشأل الكلام حياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المنصة مع ضيفي لهذه الحلقة مرشح الدائرة الثالثة السيد يوسف عبد الحميد الجاسم وسائك الله بالخير أستاذ يوسف سعادة أن نلتقي معاك وأول مرة على المنصة وأنا أيضا وأنا لازم أقر في البداية بأن هذه الحلقة قد تختلف عن بقية حلقاتي عندما تحاور شخصية إعلامية ذات تاريخ طويل جداً هذا بكل تأكيد يخلي مهمتي الليلة صعبة لأمي صعبة مع واحد مثلك إن شاء الله في صعبك أتشرف لكن أتأمل إن شاء الله أن تنال هذه الحلقة على رضاك وعلى رضا المشاهدين مشكور مشكور وأنا سعيد في هذه الاستضافة وأنا سعيد في أن تكون أنت محاوري وإحنا نتعلم من جيل الشباب اللي أنتوا يعني قاعدين نضيفون فعلاً إضافات إلى الإعلام الكويتي بهذه المرحلة شهادة نعتز فيها منك يا أبو خالد وإن شاء الله نطول بالك ويأنا الليلة وإلى المواضيع كثيرة وإلى المواضيع كبراحتك الله يسلمك إن شاء الله في البداية خلينا نتوقف عن قرار ترشح يوسف عبد الحميد الجاسم لانتخابات 2013 خلينا أرجعك إلى لقاء تلفزيوني كان لك كانت في غسطس 2011 مع أحدى القنوات التلفزيونية العربية ذكرت أنك ما أفكر هذا نص كلامك ما أفكرت أرشح إلا في 99 بس شفت أنا وين والانتخابات وين لازم تروح ديوانيات الطريق طويل واكتفيت بدوري الإعلامي من مرصتي الإعلامية وأدي دور لا يقل عن نيابة شه اللي اختلف من 99 إلى 2013 وقرر يوسف عبد الحميد الجاسم خوض هذه الانتخابات الصوت الواحد عندما أقر مرسوم الصوت الواحد وأن يكون الاختيار على أساس صوت للناخب في كل دائرة يعني قلت خلني أقتحم مجال النيابة وأعرض خبراتي خلال 40 سنة على الناخبين وأعرض أيضاً أمكانيتي في أني أمثلهم في المجلس بالأربع أسوات ما كنت راح الزيارات الدواوين وما يتعلق فيها من يعني خلنقول طريقة كويتية في التعامل مع الناخبين هي قائمة في 2011 بالأربع أسوات ولا قائمة في الآن الصوت الواحد هذا صحيح ولكن الاختيار المبني على كفاءة المرشح يمكن هذا اللي دفعني فعلاً إلى التلشيح المرش البعض يقول أن الأسوات الأربعة قد تعطي فرصة أكثر ترادل الأسوات هذا قد يعزز من فرص النجاح هذا أحد الأسباب اللي خلاني ما أخوض أني أنا لن أدخل في لعبة التحالفات ولن أدخل في لعبة التبادلات ولن أقوى على مسألة التبادلات والتحالفات خاصة إذا أنا طرحت نفسي كمرشح مستقل وليس مرشحاً عن كتلة سياسية قائمة هي تتولى موضوع التحالفات والتكتلات المرشح المستقل يعتمد على ذاته لكن في ظل الأصوات الأربعة ضاعوا كثير من المرشحين المستقلين ولم يحظوا بفرصتهم في حين الصوت الواحد يتركك أنت والناخب أمام اختياره ويفاضل بينك وين الآخرين ويختارك أنت أو يختار الآخر وبالتالي كان قرار يوسف الجاسم فاضل الانتخابات بسبب الصوت الواحد سبب الصوت الواحد طيب خلينا نتكلم أكثر الآن عن دائرة الثالثة دائرة الثالثة اليوم تم اختار باب الترشح فيها على 59 مرشح كيف يقرأ يوسف الجاسم المشهد الانتخابي داخل الدائرة الثالثة؟ الدائرة الثالثة طول عمرها أخ أمار يعني من صار الثالثة خلال الخمس دوائر وهي من الدوائر يتهيئ لي أنا الأكثر تداخلا طبعا هي تقترب من طبيعة الدائرة الأولى والثانية لكن من أكثر الدوائر تداخلا من واقع الخمس تعش منطقة اللي تتبع الدائرة الثالثة والمكونات الاجتماعية المختلفة اللي في داخل هذه المنطقة وأيضا وجود تيارات سياسية مختلف أطياف تيارات سياسية فيها والمراهنة الكبرى في الدائرة الثالثة على وعي الناخبين وعي المتقدم هذا لا يعني أن الوعي في الدوائر الأخرى غير متقدم لكن تشعر أنا أشعر الآن بالذات عندما تقدمت بترشيح نفسي أني أمام منصة من الناخبين مي سهلة وقادرين ومستعدين أن يناقشونك ويحاورونك ويعني يتحدون أفكارك ويتحدون طروحاتك في كل جانب يعني الدائرة الثالثة طبيعتها أكوناس يقول لك الدائرة الثالثة هي تمثيل الكويت لا أنا أعتقد هذا يعني تشويه مبالغ فيه لكن الدائرة الثالثة فعلا من الدوائر اللي اختراق قناعة الناخب أو الوصول إلى قناعة الناخب ليست سهلة طيب أعلى طالي الدائرة الثالثة كانت معنا على المنصة قبل أيام ضيفتنا مرشاة الدائرة الثالثة لستاذة صفاء الهاشم ودبك كان الحديث عن ظاهرة شراء الأصوات ذكرت أنه بدأ التفوح رائحة شراء الأصوات في الدائرة الثالثة سمعت شيء بخالد على موضوع شراء الأصوات في الدائرة؟ والله سمعت نعم سمعت ما في دليل لكن سمعت يعني التدري المرشح عند فرق رصد وعند ناس تشغل معاه وناس تسعاله فيوصلوا معلومات بس تعنيك موقف واضح أنه شديد في موضوع طبيعي وناهضة شراء يعني كانت لك تغريدة أو يعني يوم ترشيحك طالبت وزير الداخلية بالانتباه لظاهرة شراء الأصوات الشعب الكويت ليس للبيع ويريدا أن تنافس من أجل خدمة الكويت ليس من خلال أموالنا كانت لك أيضا تغريدة أخرى ذكرت فيها أنه نقول لتجار أسواق الأصوات الانتخابية الذين احترفوا تجارة الإقامات ورخص البناء المرشية العبوا بعيدا عن ميادين الانتخابات فهي أطهر من دنان يوركم يعني تركيزك على هذا الموضوع بكل سأكيد لم يأتي من فراغ ولا أزال أنا أخ عمار تبنيت من خلال نشاطاتي السياسية السابقة في مختلف الانتخابات اللي مريت الموقف الوطني شامل لمحاربة ظاهرتين ظاهرت المال السياسي وشراء الأصوات وظاهرت الانتخابات الفرعية وما تحدثه من الشرق في النسيج الوطني واللحمة الوطنية أنا أعتقد أخطر ما يتهدد الديمقراطيات والمجالس المنتخبة في العالم هو إفساد الذمم والمال السياسي وشراء ضمائر الناس ليس في هذه الانتخابات لأني أنا رشحت ولكن في كل الانتخابات لكن خلنا في الدائرة هذه الدائرة الثاثة وهنا أيضا راح أرجعك إلى تغريدة أخرى كانت لك في تارة 28 يونيو ذكرت أن هناك علامة استفام كبرى تحيض ببعض الترشيحات المشبوهة في الدائرة الثاثة خاصة لجهة جاهزية شراء الأصوات نريد أن نفسر هذا الكلام لا نحن نذكر أسماء بكل ثأكيد أنا بطبيعتي ما أذكر أسماء في ترشيحات مشبوه في ترشيحات الجانب المشبوه فيها أن عدم تواجد المرشحين في هذه الدائرة وهم أصلا لا ينتمون إلى الدائرة هذا لا يعني بأن بالضرورة بالضرورة كذير من المرشحين طبعا نكونوا منتمين طبعا لكن هذا ما نعتبرهم مشبوهين أي لكن شو يخصص الدائرة الثالثة أن فيها مشبوهين أنا أقول لك اللغط الذي صاحب الترشيحات منذ بدايتها المتعلق بشبهة شراء الأصوات في الدائرة الثالثة هو ما دفعني لأن أكتب هذه التغريدة ولا أزال عليها وبالعكس أنا أدعو أيضا المواطنين وأدعو وزارة الداخلية ودعيت وزير الداخلية إلى أن يفعل قانون الرشوة وقانون شراء الأصوات يعني نعملت في الانتخابات الماضية كمائن للمرشحين ونعمل يعني وايد أدوات رصد صارت لموضوع شراء الأصوات وتم تسجيل القسم اللي كان يقسم في الفانات وغير الفانات هذه عمليات صارت في السابق أنا أعتقد علينا الآن أن نفعلها مو بس في الدائرة الثالثة في جميع الدوائر لكن مع الأسف شراء الأصوات في الدائرة الثالثة هو الأكثر وضوح الآن الآن وحتى في لا نتكلم عن المشهد اليوم الآن تعتبرها الأكثر وضوحا يعني أكثر وضوحا في الكلام أنا لحد الآن طبعا ما في دلائل بس أنا أتمنى من كل واحد كل مواطن غيور على بلده أنه لما يعرض عليه أي عرض لشراء الأصوات أن أروح يبلغ طيب دعنا نتكلم بشكل سريع أيضا عن المشهد القادم شكل المجلس القادم بشلون تتوقع نسبة المشاركة في راح تكون أعتقد أكثر من المشاركة في الانتخابات الماضية بشكل مباسر لأن من كان عنده شك في موضوع دستورية المنسوم بقانون الخاص بتصويت صوت الواحد الآن حسم هذا الشك نواقع قرار المحكمة الدستورية وحكم المحكمة الدستورية في الدوائر الثلاث الأولى والثانية والثالثة كانت نسبة المشاركة فاقت الـ 50% المرة الماضية نعم 52% والثمانية بالعشرة بالثالثة و57% بالأولى تعتقد أن هذا ستشتمر؟ 54% أنا أعتقد بتكون أكثر بس المشكلة التي تواجه الانتخابات هذه أنها تجري في رمضان وربما يتأثر الحضور بسبب الإصيام بسبب الساعة ثمان للساعة ثمان هذه تغريدة لكم تذكرت فيها على موضوع الساعة ثمان للساعة ثمان بوادر الاحترام الإنساني للشعب الكويتي عدم جرجرة للانتخاب في شهر الصيام بحرارة 54% من الثامنة صباحا للثامنة مساء بشر أم حجر تدعو إلى إصدار مرسوم ضرورة بتغيير موعد التصويت؟ والله كنت أتمنى أنا بالأساس على المحكمة الدستورية الموقرة مع كامل التوقير والتوجيب لها كمحكمة أن ما كانت تعلن عن حكمها في 16-6 عندما حجزت الطعون في المرسوم منذ يناير حجزتها للحكم في 16-6 أعلنت هذا تقريبا في شهر أربعة كنت أتمنى على المحكمة الموقرة أنها تأجل البت في الحكم إلى شهر ثمانية مثلا أو شهر تسعة العطلة الغضائية بحيث أنه لصار احتمال الانتخابات خلال شهرين وهي الأول مرة بتاريخ الكويت من 50 سنة أنتقى مثلا في شهر عشرة الناس تكونوا رادة من السفر ولا هي برمضان لكن مع الأسف وإن صدر هذا القانون تدعو لإصدار مرسوم ضرورة أنا أتمنى إصدار مرسوم ضرورة لتمديد عفوا تغيير المدة لـ 12 ساعة من 11 إلى 11 بالليل لأنه هو الفكرة والهدف من هذا الموضوع حوى مشاركة الناس لكن أنت تخيل ما بين أذان المغرب والساعة 8 إغلاق الصناديق وش كثرة الفترة الناس تتعبد الله وتروح تصلي حال من 45 دقيقة ولا بتروح تنتخب لكن على هذا الجزئية التي تفضلت فيها أنك تؤير إصدار تغيير مواعد التصويت الخبير دستوري الدكتور محمد الفيلي ذكر أن تعديل توقيت اليوم الانتخاب يحتاج إلى تشريع ضرورة ولا بد من إثبات ضرورة وقد يعرض المجلس للمشاكل في المستقبل وإجراء الانتخابات في شهر رمضان أمر طبيعي جدا ولا داعي للمغبالغة بعدم الإقبال على التصويت وهذا رأيي الدكتور محمد الفيلي وعلى عيني وراسي بس إحنا في الكويت يعني كل التغذير لأخذ دكتور محمد الفيلي لكن بالكويت إحنا في كل قضية هناك اجتهادات من الخبراء الدستوريين أربع خمس خبراء الدستوريين كل من يقول رأيي يمكن حتى يتعرض مع الرأي الآخر يقولون ما يقولون ونحترم رأيهم ما تعتقد بالفعل هذا قد يفتح الباب؟ قد يفتح هذا المجلس يدوله أي مدخل لإلغاء وبالتالي قد يكون مثل ما يقول البعض يقول الأحوط أنه نبقى على الثمان للثمان مو هذا بنبقى بس أنا قلت يا جماعة بشر أم حجر أنت الحكم هذا متعلق بأربعمائة ألف ناخب أو يزين متعلق بمشاركة متين ألف بني آدم بين عجوز وبين شايب وبين يعني ورمضان وصيام يعني المفروض يديرون بالهم على هستاذ بالمناسبة بعض المرشحين في اليوم الأول أو في أيام الترشيح تسجيل ترشيحهم تحدثوا بعض الصحف تحدثت عن بدء معركة الرئاسة مذكرا للمجلس القادم سيد عبدالله الرومي أعلن أن يتخذ انتخابات الرئاسة سيد علي الراشد كذلك سيد علي العمير قال أنا أتريف إلى أن تتضح تركيبة المجلس القادم يوسف عبد الحمير الجاسم لا ناصر المري ناصر المري أيضا سيد يوسف عبد الحمير الجاسم ما عندنيا يرشيح روحا لا بالله لا أبدا نهائيا أنا تقدمت لأمثل الشعب الكويتي نائبا في مجلس الأمة وهذا أقصى ما أتمنى صوتك لماذا سيكون بطري آسة أتمنى أن نعرف من المجلس ما لو إذا لن أعلم هذه الأسماء يعني هل يعقل أخ أمار أني أحدد قبل الانتخابات ونحن يوم بعض المرشحين نعم أعلنه بعض المرشحين قالوا إذا وصلنا إذا وصلنا رح يكون أنا صوتي لفلان مباتر في حكم قد يصدر حكم المحكمة الإدارية بتأجيل انتخابات لا سبح الله مو في قضية منظورة باتربت فيها المحكمة الإدارية لا لا هذا يعني هذا سؤال مع تقديري له ومع تقديري لمن أجاب عليه سؤال افتراضي في مسألة غير محسومة وما أعتقد من الحكمة أن الواحد يعلن موقفه قبل أن يتشكل المجلس طيب هذا فيما يخص المجلس أو رئاسة المجلس وانت سكرت الباب تمام منك انت الشخصية المراح تخوض في أغسطس 2011 طرح اسمك من ضمن مجموعة من الأسماء لاستلام حقيبة وزارية وانت في ذاك الوقت ذكرت بينك لن تقبل حقيبة الوزارية إلا في ظل توافق سياسي مجتمعي الآن فيما لو إذا وصل يوسف عبد الحميد الجاسم إلى قبة البرلمان وعرض عليك المنصب الوزاري مجددا هالرح تقبل لن أقبل المنصب الوزاري إلا في ظل توافق نيابي شامل وأيضا توافق من قبل القوى السياسية وهذه مسألة يعني ما أعتبرها أنا طموح شخصي من نسبالي ولم أسعى إليها أنا أسعى لشرف تمثيل الشعب الكويتي بالدرجة الأولى وأم أكد يعني الخمسين عضو وارد أن يعرض عليهم الدخول إلى الوزارة باعتبار الوزارة جزء من تركيبة مجلس الأمة وفقا للدستور لكن أنا لن أقبل أني أدخل دون توافق مثل ما أجبت بالسابق تغريدا قبل أيام قرار دستورية تحصين للديمقراطية قولا واحدا ونقطة على السطر ولا التفاة إلى الوراء ونظر إلى الأمام هل بالفعل هي نقطة على السطر أم سنعود إلى بداية السطر أحسن بعض منك الجواب بعد الفاصل هيا قبل أمل أن تكون نسبة المشاركة أعلى مما كانت عليه في الانتخابات الماضية لأن الانتخابات الماضية الكل يعرف أنها حدثت في ظروف ملتبسة خاصة بصدور المرسوم الصوت الواحد والصخب الذي صاحب صدور هذا المرسوم وأيضا الشيك بمدى دستورية المرسوم ولكن بعد أن حسمت المحكمة الدستورية الجدل حول هذا الموضوع وأصدرت حكومة بتاريخ ستة حلستة فأعتقد من كان متشككا الآن أصبح متيقنا من دستورية هذا المرسوم وأعمل بناء عليه أن ترتفع نسبة المشاركة هما كانت عليه في الانتخابات القادمة لأن المقاطعة تؤثر إلى حد ما في تمثيل البرلمان للشعب الكويتي أنا أعتقد علينا أن لا نستمر بالالتفات إلى الوراء وأن ننظر إلى الأمام وأن نسعى لإحداث التغيير والإصلاح من خلال مجلس الأمة وهذا يتعدى من خلال المشاركة حياك بالله مشاهد الكلام لازم حوار المستمر مع مرشاح الدائرة الثالثة سيد يوسف الجاسم بخالد كانت لك تغريدة قبل أيام بكثين قرار دستورية تحصيل الديمقراطية قولاً واحداً ونقطة على السطر بهالبساطة هي العملية اعتبرتها نقطة على السطر؟ نعم اعتبرتها نقطة على السطر ومصر عليها لسبب المحاكم الدستورية والمحاكم العليا في كل دولة في العالم تسير وفقاً لنظام المؤسسات دولة المؤسسات والقانون عندما تحسم جدل ما حول مسألة ما من وجهة النظر القانونية فهي تضع نقطة على السطر ولا يتوقف ولا تتوقف تلك الدول عند هذه النقطة ولا تعود إلى الوراء احنا مشكلتنا اننا محنا قادرين نتعامل مع حقيقة دولة القانون ولا قادرين نتعامل مع حقيقة دولة الدستور احنا بغض النظر عن حصنة المرسوم الواحد او لا يعني يجوز انها تلغي مرسوم الصوت الواحد لو ما ملغيها مرسوم الصوت الواحد لقلت نفسي الرأي نقطة على السطر ألغت مرسوم الصوت الواحد هو غير دستوري لأن الاحتكام في النار المحكمة احنا علينا نعم نتشرب ثقافة قبول احكام المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وانتهى الامر لكن نتوقف ونتجادل هذا جدل سياسي انا اقول نقطة على السطر لأنه في المستقبل رح يقاس على مثل هذا الحكوم طيب انت تعتبر ان الموضوع نقطة على السطر لكن في المقابل لا نستطيع ان ننكر ان هناك مجموعة من الشخصيات السياسية الفاعلة ذات الوزن في المجتمع اعلنت مقاطعتها واعتبرت هذه الانتخابات التي ستجري انتخابات سورية لم تعترف بحكم المحكمة الدستورية والبعض اعتبر ما يجري وسيجري جزء من لعبة جزء من مسرحية فأليقك والله هذا رأيي يمثل اصحابه ويمثل قائلينه وانا اختلف معه جملة وتفصيلا لان احنا اذا بنتعامل مع حقائق الوقاع او الواقع السياسي وفقا لوجهة نظرنا وما يقترب منه نعتبره هو الحق والحقيقة وما يبتعد عن وجهة نظرنا نعتبره باطل ومنعدم ولا يجب الاخد فيه اذا نحن لسنا في دولة دستور ولسنا في دولة قانون ولسنا في دولة مؤسسة انا ما اوافق على هذا الرأي مع احترامي له واحترامي مع القامة للقامات الكبيرة التي تقول به ولكن هذه فضيلة الديمقراطية ان يقولهم رأيهم وهناك اخرون يقولون رائعا اخر وهذه هي الديمقراطية مقاطعتهم او اعلانهم مقاطعة الانتخابات تعتقد انها ستؤثر على الانتخابات المقاطعة؟ عدم مشاركتهم في الانتخابات يعني عدم مشاركتهم في البرلمان هم مشاركين في الساحة السياسية ساحة العمل السياسية هم اختاروا ان تكون مشاركتهم في خارج دائرة البرلمان لكن للبرلمان رجال ايضا قادرين على ان يقوموا بالمهمة الرقابية والمهمة التشريعية وكذلك حتى مهمة تصحيح اذا كان قانون الدوار الانتخابية يشوبه عوار سياسي خلنا نقول أو لا يحقق العدالة فبالأمكان طرح تعديلات عليه وأنا أحد المقتنعين بأنه يتأتى أو يتوجب على البرلمان القادم أن ينظر بإمكانية الخروج بقانون للدوائر الانتخابية يتم التوافق عليه شعبياً ليعيد تغليص توسيع صوتين أربعة ستة إعادة النظر إعادة النظر للوصول إلى توافق حول قانون الانتخابات اللي هو أهم قانون لتشكيل المجالس يتوافق عليه شعبياً ويلأم الشروخ اللي حصلت في المجتمع بما نتكلمنا عن موضوع المقاطعين خليني هوني أنا بتحفظ قوة سريعة قبل ما نتقل إلى المحور القادم تكرت لك تصريح في أبريل الماضي ذكرت فيه أن الأغلبية السابقة وكنت تحدث عن المعارضة تصرفت باستبداد في الأداء وانفعال وتصعيد أدى ذلك إلى قرارات سببت حالة الصرع السياسي استبداد وانفعال وتصعيد كان من قبل الأغلبية وصرع سياسي لا لا يعني لا نستطيع أن نتجاوز الواقع الذي كان عليه مجلس الأمة الذي أبطل مجلس الأمة الأبطال الأول 2012 وهذه العبارة أنا استعرتها من الأخ الفاضل محمد الصقر المرشح مجلس الأمة المبطل في كلمة مكتوبة له تقييماً لوضع المجلس أنا ذاك نعم كنا نحن في المشهد السياسي في الكويت بين أغلبية استبدت في طريقة تداولها وتناولها وتعاملها مع سواء السلطة التنفيذية أو مع الواقع السياسي ومع أيضاً في المقابل هذا النوع من الاستبداد السياسي والنوع من الطغيان في داخل البرلمان نفسه في التعامل مع الأقلية وحبكت القرارات في خارج دوائر دائرة المجلس في اليواخير وفي الشالحات وفي الدواوين والأغلبية تجتمع وتلغي الأقلية بغض النظر أنا عم موقف السياسي مع هذا أو هذا هذا بدون شك مورسة أقصى درجات الاستبداد السياسي الذي أدى إلى قرارات في المقابل من السلطة السياسية ومن الحكومة ووترت الأفضاع في البلد كلها وعيشتنا حالة صرع صرع سياسي شامل في المجتمع أصبح البيت الواحد مختلف داخله الدوانية الوحدة المجتمع الواحد المسجد الواحد نفسه المصلين ناس مع هذين وناس مع هذين اليوم كيف ترى المشهد بخال؟ هل المعارضة تراجعت اليوم؟ هل المعارضة الآن في قوتها؟ هل هو الهدوء الآن الذي تتمتع فيه المعارضة؟ هو هدوء يسبق عاصفة قادمة؟ بعد حكم المحكمة السورية أخ عمار أنا أعتقد يعني عادت السكينة السياسية إلى كثير من النفوس التي كانت يعني منفعلة مثل ما قلت يمكن شوي بالتصريح بالتقرير اللي أعرضتوه لمن كان معترضاً الآن لو نلاحظ أن حتى القوى السياسية انقسمت فيما بينها في المواقف التحالف الوطني رأيها غير المنبر الديمقراطي التحالف الوطني بالمشار نعم المنبر لا مقاطع لكن ترى أن هناك تغير صار إذن نعم وسكينة صارت سكينة سياسية بدون شك لأن أيضاً هذه ترى لها منبع ومنشئ هذه السكينة السياسية اللي أتكلم عنها أن حالة الصرع السياسي اللي صارت في الست شهور الأخيرة راحت أبعد إلى أيضاً مصادمات قانونية ودخلت ناس سجون دخلت ناس محاكم وصار اقتحامات لمجلس الأمة وانت رايح يعني فأيضاً لما أخذ القضاء مجراء واخذت الأحكام مجراها والتحقيقات مجراء يعني شوية يعني كبح جماح الاندفاع فهذا ما أدى إلى السكينة طيب فلنضع نقطع على هذا الموضوع ننتقل أيضاً إلى جانب آخر تكاليك تصريح في أبريل 2008 أنك أعلنت في انتخابات 2008 أنك لن تخوض الانتخابات وأنك ستدعم مرشحي التحالف الوطني الديمقراطي في الدوار التي يقرر التحالف المنافسة فيها اليوم هل راح يرد التحالف الوطني التحية ليوسف الجاسم هل يدعم يوسف الجاسم في هذا الانتخاب؟ والله ما ذي عنا ما أعلن يعني بالاتصال المباشر باركوا أيدوا ولكن لم يعلنوا الدعم بشكل صريح مع أنه يعني في الدائرة الثالثة ما أعلنوا مرشح ما أعلنوا مرشح بالدائرة ما أعلنوا مرشح محدد قد يكون الأقراب يوسف الجاسم للتحالف الوطني؟ والله أنا من مؤسسين التحالف الوطني وأنا من كاتبين بيان تأسيس مع التحالف الوطني وأنا من سعى لفكرة التحالف الوطني باعتبارها بعد مرحلة لتنظيم العمل الوطني في الكويت يبقى راح يدعموني مشكورين ما راح يدعمون هذا راجع لهم بس أنا لازلت عضوا عندهم وأعضوا في التحالف ولا أتنكر لذلك لكنني لست مرشحا عنهم ولم أنزل التحالف أقول أنا أنا مرشح من واقع وعاء العمل الوطني في الكويت اللي هدف حماية الدستور هدف حماية المكتسبات الدستورية وهدف تطوير الديمقراطية أنت كذلك عضو بخالد صحيح لنا المعلومة أيضا في المنبر الديمقراطي أنا عضو مشارك في المنبر الديمقراطي بس لست مؤسسا منها كيف قرأت بيان أو قرار المنبر الديمقراطي وردت فيه مجموعة من العبارات حكم المعكمة الدستورية لميونة حالة الصراع السياسي والاجتماعي الدائر بل زادها اعتقان النظام القام على الصوت الواحد بدأ يفرز ويكرس الانقسامات الداخلية ويؤسس كيانات صغيرة من المؤكد أنها ستكون أداة هدم رئيسية في تفتت المجتمع وتماسكه وبالتالي قررت المنبر الديمقراطي ترك مسألة المشاركة من المقاطعة لكل عضو من أعضاء هذا تعليق من المنبر الديمقراطي مستحق أو قانوني على قرار المحكمة هو ليس رفض لقرار المحكمة لأنه وفقا للدستور أنت تستطيع أن تقول رأيك في الحكم ولكن لا تسيء إلى القضاء ولا تسيء إلى أشخاص القضاء هذا رأي كتحليل سياسي موجهة نظر وهذا ما يدعوني أنا وغيري أن نقول نعم علينا أن نراجع قانون الانتخابات في المجلس القادم هذا الرأي بو خالد تتفق معه أو تختلف معه هذا نعم التحالف الوطني ذكر عيوب في النظام الحالي والمشهد الحالي لكن في النهاية قرر موقف واضح وقال أنا راح أخوض الانتخابات وراح أرشح وراح أدعم المنبر الديمقراطي البعض يقول أنه مسك العسر من النص كان معنا ضيفنا على المنصة قبل عدة حلقات الدكتور أحمد النيس وذكر أن المنبر الديمقراطي في هذا البيان مسك العسر من النص أنا هذا يعني كنت بس له خليني شوي أكمل تحليل المنبر الديمقراطي يحتمل صواب ويحتمل خطأ طبيعي لأنه ترحنا لن بالغ في موضوع التشخيص المطلق لقانون الصوت الواحد لأنه ما صال لمدة نحن قاعد نتكلم عن سبع شهور أو تغريبا يعني قانون الصوت الواحد اختير بناء عليه المجلس السابق اللي أبطل وإحنا الآن هذه الانتخابات الثانية أنه يحدث انقسام ويحدث شروخ ويحدث هذا أنا أعتقد أكوى حسنات أيضا للصوت الواحد تعادل مثل هذه الاحتمالات وهي أنه تمثيل الأقليات وتمثيل الأشخاص المستقلين اللي مثلي وغيري اللي كانوا في التحالفات ويضعون بالرجلين مثل ما يقولون فإحنا من السابق لأوانا أن نخرج بأحكام قطعية ولكن الحوار حول مثل هذه المخاطر في داخل البرلمان هو ما سوف يدفع المفترض البرلمان أن ينظر بموضوعية وبحيادية وبجدية لمسألة تعديل قانون الانتخابات بما يجنب البلد مثل هذه المخاوف طيب أنت في النهاية مؤسس بو خالد للتحالف الوطن الديمقراطي عضو في المنبر الديمقراطي اليوم يوسف عبد الحميد الجاسم كيف يرى واقع التيار الوطني التيار الوطني يعني من التيارات التي تصدعت من واقع صدور هذا قانون المرسوم الصوت الواحد لأنه حصلت اصطفافات داخل نفس التيار سواء المنبر أو التحالف اصطفافات معه ضد المرسوم وأيضا راحت بالخروج إلى الشارع لمحاولة التغيير والمشاركة في التحرك خارج إطار المؤسسات وهذا ما صدع التيار الوطني بمعنى ما صدع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني وهو في حالة تصدع اختصرت المشهد أنه متصدع في التيار الوطني وألقيت باللائمة على الصوت الواحد خلينا هنا أرجع إلى كلام لسيد الأمين العام السابق لتحالف الوطني الديمقراطي سيد عبد الحمان العام جري قبل أن يستقيل من التحالف الوطني ذكر أن التيار الوطني مفتت وهذا الكلام تماما قبل صوت الواحد بمراحل طويلة لأن التيار الوطني تفتت فيه فراغ فقد بريقة يجب أن يتحرر من بعض الأطراف التي قد تحتكر العمل الوطني بأجندات خاصة بحاجة أن يكون شفاف أكثر الانفتاح على جميع شراح المجتمع التيار الوطني مختطف من أصحاب أجندات ضيقة ذوي مصالح ضيقة تتفق أو تختلف مع هذا الكلام الموضوع حسب كلام عبد الرحمن العنجري ما لها علاقة بصوت الواحد أزمة التيار الوطني كانت قبل هذه وجهة نظر لك عبد الرحمن العنجري في تقييمه للتيار الوطني ولن أتوقف عندها طويلا لا هي فيها شيء من المبالغة فيما يتعلق باختطاف التيار الوطني من أشخاص لأن هذا فيه استهانة مثلا التحالف الوطني كتنظيم واستهانة بالممبر الديمقراطي إلى هذه الدرجة أن يختطف من شخص أو من أشخاص لا أنا أعتقد التيار الوطني أكثر وعيا من أن يخطفوه شخصا وأكثر وعيا من أن يرهن أو يرتهن لأجندات خاصة نعم هناك انشقاقات هناك انشطارات صارت داخل يعني صفوف التحالف الوطني وأيضا والمنبر كذلك لكن مو للدرجة اللي يتفضل فيها مع احترامي لهذه الأراء اللي أبداها الله هذا كلام أدر حمال العنجري النائب سابق الفاضل كلام المحامي سيد محمد عبدالقادر الجاسم التيار الليبرالي ضائع وبلا هوية وفي السنوات الماضية عندما كان التيار الإسلامي ينادي بتعديل المادة الثانية كانت مهمة التيار الليبرالي مهاجمة التيار الإسلامي عندما اتجه التيار الإسلامي إلى منحة مدني لم تعد هناك قضية لمهاجمة التيار الإسلامي فأخفق التيار المدني الليبرالي في تقديم نفسه ضائع وما عنده هوية التيار الليبرالي وقضيتكم كانت فقط مهاجمة التيار الإسلامي هذا ما يقول محمد أبن آدري جاسم أيضا وجهة نظر بعمر أحترمها ولكن ما أعتبرها هي التحليل الشام للجامع المانع يعني أي رأي يطلع ترى مم معقولة أنه يقيم حركة وطنية ويعتبر هذا التغيم القطعي أنا أعتقد التيار الوطني أخ أمار ضرب ضربة شديدة جدا على رأسه منذ عام ستة وسبعين عندما حل مجلس عفوا ستة وسبعين وثمانية وبالذات حل ستة وثمانين وعندما صودرت يعني منافذة مثل نادي الاستقلال وغيره وعندما أتيح للتيار الإسلامي أتيح له كل التسهيلات وكل المنافذ فالتيار الوطني منذ ذلك الوقت وهو يعني يبحث عن طرق ومسالك للملمة صفوفه لأن السلطة تصدت له والقوة الدينية صعدت على أكتافه أكتاف التيار الوطني خاصة أنه نتيجة لأيضا ضعف المد القومي العربي بالسبعينات يعني نتكلم المسألة لها تراكمات سابقة في التيار الوطني منذ ذلك التاريخ لم يستطيع تنظيم نفسه ولم يستطيع تأطير يعني متابعيه ومعتنيقي فكرة المتقدم يعني فكرة اللبرالي بمعنى الانفتاح على الآخر بمعنى التقبل الآخر فعلاً هو من أخفاق إلى أخفاق في التنظيمات سواء في المنبر وبعدين في التجمع الوطني وبعدين التحالف الوطني أصطق التحالف أن يكون مظلة هذه المشكلة إحنا ليش بدأنا التحالف الوطني ما قلنا كان في المنبر الديمقراطي وفي التجمع الوطني وبعدين في بعض منظمات المجتمع المدني قلنا خلينا نجمعها في مظلة واحدة اللي هو التحالف الوطني الديمقراطي وراح التجمع الوطني المنبر الديمقراطي لم ينحل ويندمج يعني في التحالف الوطني ظل هو نشغل المنبر على بعضه وكذلك التحالف الوطني الآن نشغل على بعضه مشكلة فعلاً هذا التيار أنه لم يستطيع تنظيم نفسه ولم تجمعه أيديولوجية فكرية موحدة هذا يكون مثل ما قال عبد الحمال عنجري قبل شوية أجندات خاصة عند البعض لا أجندات خاصة يمكن الأجندات الخاصة أثرت في زاوية من زواية يعني التشذم اللي حصل في التيار الوطني لكن أنا يعني أربع أربع الحقيقة بالتيار الوطني أنا اختطفها شخص أو أشخاص تذكرت قبل شيء في سياق كلامك أن موضوع كان محارب التيار الوطني منذ السبعينات والسلطة في ذلك الوقت قربت الإسلاميين أنا بأخذ مثال واحد قبل ما أطلع إلى الفاصل موضوع التعليم يعني قد هذه تكون أحد القضايا مسرح للصراع بين الإسلاميين وبين أنصار التيار الليبرالي سيد نائب سابق الفاضل المبارك لدويله بعد سيطرة الفكر الليبرالي على مسيرة التعليم في البلاد تبين خطورة هذا الفكر على السلوك الطلبة استمرار سيطرة التيار المتحرر على مرافق الوزارة جعلن الانحدار يستمر في كل المستويات الإصرار على استبعاد التيار الإصلاحي المحافظ عن وزارة التربية لم ينتج لنا إلا هذا الوضع المزري بسبب سيطرة التيار الليبرالي حسب كلام بارك لدويله الوضع اليوم مزري وتحديداً في التربية والتعليم هو الوضع المزري في التعليم بالكويت بسبب تسييس التعليم التعليم منصار بالكويت في الدولة الحديثة دولة الاستغلال وهو عرض للتسييس عندما يأتي وزيراً محسوب على التيار الليبرالي يحاربه الإسلاميون وعندما يأتي وزير محسوب على الإسلاميين يحاربه الليبراليون وهناك محاولات لمروحة مناهج التعليم فيما بين قوى المحافظة والقوى الإسلامية نحن عشنا في زمن الخمسينات ودرسنا مدارس الكويت في الخمسينات والستينات اللي كان زمن ليس فيه إسلاميين مسيطرين أصلاً على الساحة وليس فيه لبراليين مسيطرين على الساحة ويعني وش صار في الدنيا يعني هذه المناهج يضعها متخصصون في العلوم وفي الآداب وفي شتى يعني فروع التعليم واستمر الحال على ما هو عليه يعني الإصرار على إرجاع أو العودة بأسباب تدني التعليم إلى سيطرة تيار معين أنا أعتقد هذا أيضاً غير صحيح والإسلاميون يعني دائماً لا يضيعون الفرصة في مهاجمة للبراليين في أي قضية وكذلك البراليين يعني أنا أحب أنتقد الأثنين إيه أنا أعتقد الأثنين خاصة في قضايا متعلقة بحياة الناس يعني لا التعليم أنا أعتقد ولا الصحة يجب أن نخضعهم للسياسة في مايو 2009 يوسف عبد الحميد الجاسم الكويتيون أوقعوا أنفسهم في شرك رباعي مؤلف من مزاد شعبي مضطرب أدى إلى أداء نيابي مضطرب وإلى حكومة مضطربة وصولاً إلى دولة مضطربة هل الكويت بات الدولة مضطربة؟ أنا أنتمي إلى وثيقة الأصلاح والتنمية التي صدرت مؤخراً في تاريخ عشرة ستة من هذا العام والتي وقع عليها مجموعة من الكويتيين الأفاضل وأنا أحد هذه المجموعة هي ليست حزب وليست تنظيم إنما مجموعة من المواطنين تقدمت برؤية وأنا على قناعة تامة بالرؤية والرؤى التي وردت في هذه الوثيقة وسأعمل بإذن الله بقدر ما أستطيع على تحقيق هذه الرؤية التي انتزمت بها توقيعاً والتي منتزم بها أيضاً اعتقاداً وأعتقد الكويت تستحق الكثير وأنا الأوان لنا أن نستقر وأن نعمل على بناء ما توقف من مجالات تنمية المختلفة وأنا أقول أنه لا تنمية دون استقرار وشعاري هو نحو الاستقرار والتنمية حياكم الله ومشاهدين الكرام وخالد بننتقل بالحوار معاك إلى أو بنرجعك إلى المشهد السابق وتحديداً في مايو 2009 ذكرتنا الكويتيون أوقعوا أنفسهم في شرك رباعي مؤلف من مزاد شعبي مضطرب أدى إلى أداء نيابي مضطربة وإلى حكومة مضطربة وصولاً إلى دولة مضطربة الآن بعد ثلاث سنوات من هذا التصريح هل ترى الوضع مضطرب؟ أوقعنا نفسنا في شرك صحيح نعيش ترددات هذا الأداء اللي بدأنا فيه من 2009 واللي مع الأسف توج في قضية التحويلات وقضية الإداعات الشائنة اللي دعت الشعب الكويتي كله يطالب بحل الحكومة السابقة وحل البرلمان السابق لسبب هذا العفن اللي ترتب أو لحق بسمعة المؤسسة التشريعية مع عميق الأسف وهذا رح يظل جرح الحقيقة في ضمير الشعب الكويتي مضوع الإداعات تبرى عفن أصاب المؤسسة التشريعية في ذلك الوقت موضوع الإداعات وموضوع التحويلات الخارجية رح يظل قتلك نقطة سوداء في تاريخ البرلمان الكويتي من البعض طبعاً من لحق بهم قصة أن البراءة ما البراءة هذا موضوع آخر أو حفظ التحقيقات لكن بدون شك يعني هذا أنا آسف عملت التعبير وكرر مرة ثانية عفن أن تدخل ضمائر بعض النواب في دائرة الارتحان ودائرة الرشوة بدون شك شراء ضمائر وشراء مواقف ومال سياسي لم يثبت نعم ولا كنا ترك علم ونحن اليوم في ترددات تلك الأحداث كانت لك تغريدة كانت في مارس الماضي قضى الغرور الزائدة على المجلس السابق مبطل واحد كنت تتكلم عنه وقد تقضي الخفة الزائدة على المجلس الحالي مبطل اثنين خلين أول شيء في حالة الغرور في مجلس حالة غرور بالفعل تتكلم ولا مبالغة هذا التوصيل لا 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 نقول لك يعني ما احنا كانت في حالة استبداد من الأغلبية وغرور وصل إلى حد الاعتقاد بأن المجلس طغى على سلطة الحكومة وعندما تطغى سلطة على سلطة في أي دولة يحصل عدم التوازن ويحصل اقتلال التوازن ويحصل ما حصل عندنا يعني الطريقة التي تعامل فيها أغلبية مجلس الأمم احترامي لأشخاصهم طريقة يعني بدون شك تصرف المغرور اللي أضر بالمجتمع لم يتم التصرف بالتزام ما عندهم في النهاية يقولون أننا عندنا سلسلة من الإنجازات الكبيرة لم تتاح لنا الفرصة أيضاً أن نكمل المسيرة ربعة شهر لكن قدمنا فيها إنجازات كبيرة ما حد استطاع أن يحقق قدمت بعض الإنجازات هذا ما حد ينازع فيه حتى المجلس المبطل هذا قدم بعض الإنجازات ما حد ينازع فيها المجلس الأخير يعني ولكن أن يأتي أحد ليبرأ ممارسة المجلس الأول عن مبطل 2012 خلنا نقول مبطل واحد أنه لم يكن مغروراً ولم يكن متعالياً متعالياً حتى على الدولة ولم يكن يقبله أصلاً أحد ينقدهم هو المشكلة أنهم رعاة الدستور ورعاة الديمقراطية ما سمعنا تخوين للأطراف الأخرى حتى لوياهم داخل المجلس من قوة وطنية وتيار وطني كثير ما حصل في مجلس 2012 استهزاء بالآخرين القصاء للآخرين استهتار فيهم رفع الحصانة كانت تمارس قضية أصبحت معروفة للجميع لما قال واحد أن هذا استجواب أو يعني هذه نقلة لخمرزوق الغانم أن هذا أمر دبّر بليل قال لا والله ما دبّر بليل ولا شيء دبّر عقب صلاة العصر وش عندك مو بليل دبّرنا عقب صلاة العصر ودبّرنا في ما نريده أن يحضر رئيس مجلس الأمة مع تقديرنا الشخصي له ولتاريخه اجتماعات الأغلبية وهو رئيس كل المجلس هذا لا يعتبر استبداد فيه في طريقة التناول نفس رئيس المجلس عضوه في النهاية في المجلس الأغلبية لا بس هو كان يرفض هو كان يرفض وحاول أن يؤسس قاعده طوال عمله السياسي وله مريدين وله مدرسة هو أنشاهه أنه لا يوافق على أي قرارات يتخذ المجلس خارج قاعدة عبدالله السالم وحضر جميع اجتماعات الأغلبية أليس من حق الأقلية أن يحضر اجتماعاتهم هناك حالة من الطغيان السياسي في الممارسة التي مارسها المجلس المبطل الأول بدون شك وحالة من الاستبداد طيب المجلس المبطل الثاني كان يعني قريبا في عبريل الماضي ذكرت أن المجلس الحالي كنت تتحدث عن المجلس المبطل الثاني إلى حد كبير في جيب الحكومة أعتقد أنه كان في جيب الحكومة في المجلس المبطل الثاني في يعني بداية التشكيل إلى حد كبير لا يمجي بالحكومة لا لا هو الجيب المقصود فيه أنه يعني لم يكن متوقع منه أنه يقوم بدور الند للحكومة كما يعني كان سابقة بدون شك يعني وإن كان في بعض الأصوات يعني خرجت لتناهض الحكومة راضي على أداء المجلس المبطل الثاني والله قلت لك المجلس المبطل الثاني يعني ما رسى شيء من الخفة في التناول في طريقة طرح المواضيع في طريقة مناقشة المواضيع سلق الكثير من القوانين في مداولات متتالية التسرع في عدد من التشريعات هم عندهم يقولون أننا عندنا قائمة طويلة من الإنجازات أنجزناها لم يستطيع أي مجلس سابق أن ينجزها على سبيل المثال صندوق المشروعات الصغيرة قانون الشركات قانون التجنيس إسقاط الفوائد تأمين قانون مكافحة الجار ببشر أنجز أنجز أنا لا أنكر أن أنجز جملة من القوانين التي كانت حبيثة الإدراج في المجلس السابق والذي قبله هذا بدون شك بس خلال ستشهور يعني ما أقدر أقيم ممارسة المجلس المبطل بأنها ممارسة رقابية وتشريعية لكن قيمت إبو خالد دور التشريعي أكثر من الرقاب قيمت مجموعة من النواب في هذا المجلس المبطل وهذا كان لقاء في يونيو الماضي ذكرت لقد جاء المجلس المبطل الثاني بعدد كبير من السياسيين المغمورين الذين لا تتوافر لديهم خبرة سياسية وبالتالي لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئاً للعمل البرلماني ولم يؤدوا بشكل المطلوب البعض يقول أن هذا الكم الكبير من الإنجازات التي حققها المجلس المبطل الثاني جاء من بعض السياسيين المغمورين هو بدون شك مقاطعة السياسيين خلنا نقول المخضرمين للمجلس السابق ما احترامنا لكل من من أتى إلى المجلس طبعاً فيه نواب مخضرمين جاءوا إلى مجلس 2012 بس الثاني يعني ولهم باع طويل في العمل السياسي هذا يعني بدون شك ما في داعي نعددهم ولكن وأيضاً المقاطعة اللي حصلت على المجلس الملتبس دفعت بعدد من السياسيين مو أنهم نواب مستحدثين يعني مغمورين في العمل السياسي حتى العمل السياسي العام يعني أنا متأكد أنه إذا مونصوا المجلس ثلث المجلس الماضي الناس ما تذكر أسماءهم ولا تعرف حتى أشكالهم لأنه ما كان لهم تواجد أصلاً في الساحة السياسية ولا الساحة العامة هذا القلعب كله بالغالب يعني على المجموعة المخضرمة المخضرمة اللي كانت في المجلس طيب وهذا مذنهم يعني هم هم تقدموا للانتخابات واخترواهم الناس لكن الواقع إنه يعني بدون شك نعكس يعني نعكس أداءهم على أداء المجلس خليني بشكل سريع استحضر بعض القضايا اللي يعني واكبة هذا المجلس موضوع الاختلاط أثار زوبعة من جديد بعادة طرح الموضوع مجدداً اللجنة التشريعية وافقت على إلغاء القانون مجموعة من النواب صرحوا في ذلك الوقت إنهم ضد إعادة النظر في هذا القانون على سبيل المثال سيد فلاح الصواغ ذكر أن الفساد سينتقل إلى المجتمع من خلال إلغاء منع الاختلاط بدردهم من تقدموا طبعاً حفظ الألقاب من تقدموا بإلغاء مادة منع الاختلاط لا يحترمون الدين ولا الرغبة الشعبية إنه بالسابق عبداللطيف العميري هو انتكاسة تشريعية وأخلاقية ولن نسمح لهم بهذا الإسفاف والعبث كنت ترى أن موضوع الاختلاط يعني مشتحق أن يعاد فيه النظر مجدداً والله أنا أعتقد هذه المسألة خمار يعني حملت كثيراً أكثر مما تحتمل ومع الأسف يعني الأسلوب الذي تبع في مهاجمة هذا الموضوع أصلاً هو مهاجمة لكرامة الكويتيين ولشرف المرأة في الكويت ولشرف حتى الرجل في الكويت يعني إلى حد درجة قال أحد النواب مرة من المرات قبل قرار القانون إنه إذا هذا القانون ما مر اللي هو قانون منع الاختلاط منع الاختلاط أو الفصل يعني ما بين الطالب والطالبات إنه سوف ينتشر البقاء وينتشر السفاح وينتشر يعني إلى هالدرجة المجتمع الكويتي نستسهل إطلاق هذه التهم عليه المملكة العربية السعودية مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين يقرر خادم الحرمين الشريفين في جامعة الأميرة نورة أن يكون تعليم فيها مختلط تخيل أنت لو هذه الجامعة الكبرى في المملكة العربية السعودية كانت جامعتين قصة الاختلاط بمفهومة مع الأسف بمفهومة المتدني اللي عنده في رؤوس البعض اللي لا ينظر للمسألة إلا من منظور الجنسي ومنظور الأخلاقي قصة محزنة بصراحة يعني الحين الطالبة الكويتية والطالب الكويت اللي يروح يدرس بره ويرجع ملتحي ويرجع داعية ويرجع حتى مشتغل مشتغل فيه أكثر المنظمات إرهابا وينظم لها يعني من جامعات مختلطة يعني أمر أمر محزن موضوع مكافحة الفساد المجلس الموطل الثاني أقار هيئة قانون مكافحة الفساد لكن أنا أريد أن أرجعك لتصريح كان في مايو وليك في 2011 ذكرت فيه هيئة الفساد أرجو ألا تكون مثال التندر أو أضحوك بتكافح الفساد تكافح بهيئة كنت تتساءل يا أبو خالد الفساد بين تستطيع اقتلاع الفساد بدون هيئة الهيئة تكون أضحوك هيئة الفساد والله أنا موضوع هيئة لمكافحة الفساد أعتقد هذه إضافة لسلسلة من الهيئات والمنظمات وشبكة ما نعتقد أنها شبكة الوقاية من الفساد ونحن أكبر أكثر دولة مدركات الفساد تتصاعد فيها عاما بعد آخر عندنا مجلس أمة عندنا دستور عندنا دوان محاسبة عندنا دواوين عندنا صحافة حرة عندنا جمعية شفافية عندنا وسائل تواصل اجتماعي والفساد يتفاقم والفساد يطرد هيئة مكافحة الفساد هي التي سوف تأتي لكي تحد من الفساد الفساد ليس نصوصا وليس هيئاتا الفساد في النفوس والفساد في عدم المحاسبة كم مفسد هنا حاكم عندنا كم مفسد فصل من وظيفته أو 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 أعفي من وظيفته كم مرسوم صدر بإعفاء مسؤول فاسد قد يكون هذا القانون الجليل الذي يقر من خلال المجلس عندك قوانينك القائمة عندك قوانين يؤدي هذا الغرض ما يخالف أنا أتمنى أتمنى وأسحب هذه التغريدة وأسحب وجهة النظر هذه إذا استضعت هيئة الفساد أن السنة الياية تقول لي مدركات الفساد بسبب وجود الهيئة تراجع تتمنى أتمنى طيب تحدوني وأنا حاضر طيب من الموضوعات أيضا اللي كانت متروحة في المجلس النقطة الثانية وتم تأجيلها إلى حين صارت الآن في علم الغير موضوع الاتفاقية الأمنية أبو خالد البعض اعتبر مثل سيد أحمد السعدون اتفاقية لا تموت للدستور بصلة يوسف عبد الحميل داسم رأيك في الاتفاقية الأمنية والله يعني أنا اللي عرفها أن الاتفاقية الأمنية رهنت بموافقة الشسمة السلطة التشريعية في الكويت والكويت هي اللي اقتلت أصلا الاتفاقية الأمنية منذ كانت مشروعا في مجلس التعاون أنا لست خبيرا دستوريا في هذا الموضوع لم أتبحر فيه ما طلعت على الاتفاقية طلعت على الاتفاقية ولكن لم أتبين بصراحة من هذه الاتفاقية ما يخرق القانون الكويتي ويخرق الدستور وإذا تبين يعني ذلك فأنا أعتقد أن علينا أن لا نتجاوز الدستور في مثل هذه ما كنت تقول قريت الاتفاقية وما لقيت فيها أي شيء يتعرض مع الدستور لا 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 ما لقيت فيها شيء يتعرض مع الدستور لأن حتى الملاحقات التي تجري للكويتيين وهذا يعني النقطة الأساسية في الموضوع مذكور فيها عبارات ما لم يتعرض ذلك مع القانون الإقليمي في الدولة المعنية ما لم يتعرض مع قانون الإقليم المعني يعني إذا في قانوننا احنا أو في دستورنا ما يمنع أن تأتي السلطات السعودية وتلاحق لها مثلا سعودي عندنا أو يعني أو تلاحق حتى كويتي ما يصير إلا تلاحق كويتي إلا وفقا السلطات الكويتية إذا تعرض هذا مع الدستور الاتفاقية الأمنية تنص على ما لم يتعرض فأنا ما نشايف أنه في تعارض مع الدستور وإذا أثبتوا ذلك لكل حادثا حالي قد يكون صراع الأسرة صراع الأفيال هل انكفأ الإخوان المسلمين على نفسهم ستفعل منكم الزواب للفاصل الأخير خلكم معانا حياكم الله مشاهدين الكرام مخالد في الفاصل الأخير أودنا أن نتوقف عند بعض النقاط المهمة لكن قبل ما أبدأ هناك اتهام لك اسمح لنا ندلنا صدرك وسيء وتتقبل النقد دائما هناك انتقاد أن مخالد يوسف عبد الحميد الجاسم حكومي دائما يدافع عن الحكومة إلى أي مدى هذا الكلام صحيح أنا ما أوداني بداهية إلا موقفي اللي أنتقد فيه الحكومة بسبب انتمائي للتيار الوطني كل يربطني في الحكومة أني كنت موظف في مؤسسة الخضل الجوي الكويتية اللي مملوكها للحكومة ولا أنا موظف وزارة ولا شي كنت أخذ معاه شيورات بي حالي حال أي موظف درجت من من موظف صغير إلى نائب مدير عام هذا أغسى ما ما وصلت له أم تعرض عليه الحكومة ولا وزارة ولا عرضت عليه اسمها ولا عطتني مشروع ولا أصلا أنا راعي مشاريع ولا هذا من يقول هذا الكلام فليثبت عليه أنا لاني بجيب الحكومة وفي نفس الوقت فاني بجيب المعارضة ولا حتى بجيب القوة السياسية أنا مشكلتي أقول رأيي للسلطة السياسية إذا هم مخطئين في أمر ما ولشيوخ إذا هم غلطانين في موضوع ما لأسراء الحاكمة وأقول رأيي لرئيس الحكومة والحكومة إذا هي غلطانة وأقول رأيي للمعارضة وزعماء المعارضة إذا هم غلطانين اللي بيدور عليك شيء وبس يبي لبسك ما هو باله بيقول لك وهذه ترى من التهم المعلبة اللي إحنا متخصصين فيها في الكويت من تصير ضدي بالرأي إذا أنا يعني في جانب المعارضة أنت من عملاء الحكومة والمتساقطين والانبطاحيين وكذا يعطيك تصنيفات والعيكس إذا هذا قال لك هذا مع الشريرين ومع الانقلابيين وغيره لاني جيب الحكومة وأتحدى أي أحد يقول هذا أبينه على من الدعاء موضوع صراع الأسرة كان لك مقابلة قبل أيام صحفية فكرت في أنك قلق جدا من حالة الحتقال التي تعيشها البلاد وما ناتج عنها من تعطيل خلال التنمية بسبب سياسة عضل الأصابع بين المجلس والحكومة والتي زادت بعد دخول أسرة الحكم على خط الصراع شلون دشعوا على خط الصراع والله يعني واضح للعيان خلال الستة الشهر الماضية أن أطراف الصراع داخل الأسرة تبنت صحف وتبنت قنوات فضائية وتبنت نواب ودفعت فيهم إلى المجلس وربما أصلا وقفت وراءهم حتى في الاستجوابات وهم أطراف في أطراف السلطة الحاكم وقفت وراء بعض الاستجوابات في المجلس المبطل الثاني أو المجلس المبطل الأول وفي المجلس حتى 2009 مشكلتنا الي دائمًا نحن نحاول نلف عليها إن نحاول نتجاوز لنا تغديرها لمكانة الأسرة الحاكمة أني لما نقول الأمر هذا مو قاعدين نقول ليش الأسرة ما تختلف كل الأسرة الحاكمة تختلف وكل الأسر الحاكمة عندها صراع ونزاع لكن عندما يجيّر هذا النزاع فيما بين أطراف الأسر الحاكمة لصالحهم من خلال المجتمع ويذكون خلافات المجتمع يذكون الخلافات بين القوى السياسية وبالأطراف السياسية ويضربون هذا بهذا لعلهم يكسبون أرضية هني هني الخطورة بعض يقول تراجع هذا التدخل تراجع بالفترة الأخيرة تراجع نعم تراجع بالفترة الأخيرة أصلا يعني وهذا كان إعلان رسمي من صاحب السمو الله يحفظه عندما يجتمع في الأسرة الحاكمة وهذا كان ما نقول على الهواء قال أقرب الناس لي هم اللي يعني يعني ما دي شون أحط العبارة ما أذكرها بنص صاحب السمو لكن وهو أشار بإصبعه إلى ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة وهو يتحدث عن نفسه ويتحدث في عز الصراع اللي كان داير في المجتمع الآن بالفترة الأخيرة انحسر تواجدهم في الساحة السياسية ربما يعني العين الحمرة بعض يقول أنه راح مستمر لكن خلف الكواليس وراح يزيد إحنا فليختلفوا كيف ما شاءوا ولكن لا يذكون نيران الفتنة فيما بين الأطراف لأن النار اللي شبت هم أول من راح يهربون وأول من حيئين نفسهم للبديل لكن اللي بنحترق إحنا أنا قلت لك صراع الفيالة مرة قلت صراع الفيالة يدفع ثمن العشب المثل الصيني هذا هذا كان سؤال الكويتين وين يروحون صراع الفيالة هو صراع ابناء الأسرة نعم ابناء الأسرة والأطراف الثانية حتى في اللي شسمه الأغنياء ما عندهم مشكلة الشيوخ ما عندهم مشكلة لو لا سمح الله صار شيء بالكويت اللي عندهم مشكلة جذور الأرض الناس العاديين اللي ما لهم اللي هديرة هذي هم يتصارعون على مواقعهم وعلى مناصبهم يلعبون بره عن الساحة السياسية راح أرجعك أيضا إلى 2009 مرة ثانية إلى لقاء صحفي في ذلك الوقت ذكرت أن مشروع الدولة تم تأخيرة لم يتحقق بسبب أخطاء في القرارات السياسية المتراكمة ومن أبرز هذه الأخطاء سياسة التجنيس العشوائي والتجنيس الانتقائي والسياسي وهكذا اختلطت تركيبة المجتمع بفعل فاعل بقصد الوصول إلى توازنات سياسية معينة كان عندنا تجنيس سياسي وتجنيس عشوائي وصلنا إلى وضع غير مستقر اليوم هنا نعم يعني التركيبة السكانية صار عندنا انفجار في عدد الحاصلين على الجنسية وكانت فيه كوتات وهذا ما يقفع على ناس كثيرين كوتل الشيخ الفلاني وكوتل الشيخ الفلاني وكوتل القبيلة الفلانية وكوتل القبيلة الفلانية وكوتل الطائفة الفلانية عندناس متنفذين فيعني كل هذا لبحث تعتقد السلطة أنها كانت تريد التوازن المجتمعي التوازن الاجتماعي الآن بعد ما اكتسبوا الجنسية وأصبحوا كوتين على العن والرأس هم الآن كوتين حالهم حال الكوتين الآخرين لكن بدون شك أن التركيبة أو الفوسيفساء اللي حصل في التركيبة الاجتماعية اللي مبنية على اعتقاد بالتوازنات السياسية ما أدت نتائجها كما يجب تدعو إلى بعض الشخصيات دعا إلى فتح هذا الملف على مصراعيه ومحاسبة كل من تسبب في هذا الموضوع تدعو إلى فتح هذا الملف مجددا لا أنا هذا موضوع المزدوجين وموضوع الفتح باب الجنسية على مصراعيه لا هذا قنبلة انشطارية ممكن ممكن يعني تؤذي المجتمع ويعني تحوشب يعني بشظايا بشظايا مؤلمة إذا كان فيه بحث في بعض الحالات اللي منحت بدون حق وهذا حق أي دولة أن تبحث في هذا الموضوع بشكل محدود لكن ليس على مصراعي موضوع البدون أيضا من المواضيع الشائكة والتي كانت وعزالت تسبب لغب في المجتمع أنت من رؤيتك ذكرت أن حسم قضية البدون إنسانيا مع مراعات المصلحة الوطنية العليا المعادلة هذه معادلة وضح لنا هذه المعادلة أكثر طبعا قضية البدون موجودة في كل محل في العالم حتى في أمريكا اللواحي الإنسانية يجب أن تراعها أمريكا وين يعني بدون أمريكا أكشخ من بدون الكويت لا بس بدون أمريكا يمكن تدري بعد في وقت معين بدون أمريكا عدم جناسي وصلوا في النهاية لا لا بس في بدون أمريكا عفوا في بدون أمريكا يشحنون في الشاحنات وبمئات الآلاف ونحطون على الحدود المكسيكية وغيرها أنا مو قاعد أدافع عن وضعنا يعني وقارنا في أمريكا أنا اللي بقوله أن وضع لقضية البدون شخص تثق في الكويت ثقة كاملة وهو الأخ صالح الفضالة وهو رجل نزيه وأمين وقاعد يعني يحط رأسه 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 كله وأنقه في هذه القضية مراعاة الجانب الإنساني هو الهم الأول للجنة الأخ صالح الفضالة وأنا معه مئة بالمئة حل مشاكلهم الإنسانية شخص صال لهم جيل ورجيل والأربع أجيال بدونه الآن يابو خالد وهناك جهاز وتحدث هذا الجهاز عن وجود خارط الطريق البعض ما شاف خارط الطريق شاف بطاقات ملونة بس ما شاف شيء يقول على أرض الواقع إلى متى البدون في الكويت يعيش أنا لذلك قاعد أقول في رؤيتي أن علينا حل الجوانب حسم قضية البدون الجوانب الإنسانية يجب أن تحسم فوراً منه يحسم؟ يحسم الدولة يحسم الحكومة يحسم الحكومة بأجهزتها الإنسانية ناحية الإنسانية شو تفسل إذا الحكومة حتى الآن ما حسمت الموضوع؟ الحصول على الجنسية لا أخذ الجنسية موضوع الجانب الإنساني على الأقل خلنا نقضب شيء أنا ما نقادر أفهم سبب عدم حسم القضايا النواحي الإنسانية بعد أن وضعت لها خارط الطريق من قبل الجهاز المركزي للعديمية الجنسية أو المقيمين ماذا تسمونه؟ مقيمين بصورة غرقانونية بصورة غرقانونية الجوانب الإنسانية يجب أن تحسم لأنه لا يوجد مراهنة على إنسانية البشر لا يوجد مراهنة على التعليم الصحة والمعيشة اللي قاعد أقوله أن خارطة الطريق التي وضعتها الحيئة أو أفهم الجهاز لرأس الأخصالح الفضالة هذه الخارطة على الحكومة اللا تتوانى و اللا تتردد في تطبيقها كان عندنا على المنصة على طريق الحكومة قبل أسابيع عضو مجلس المطل الثاني سيد هاني شمس وذكر في سياق كلامه على موضوع البدون أنه كانت الوزيرة الفاضلة الدكتورة رورا دشتي أثناء التصويت على الأربع ثالاف كانت تفتر على بعض النواب وتحذرهم من التصويت إذا كان هذا سلوك الحكومة كما يقول متفائل بين الحكومة تعول على الحكومة تجريس الأربع ثالاف تجريس أربع ثالاف من البدون من الأربع ثالاف من المستحقين من الأربع ثالاف من البدون من البدون المستحقين لا هو أنا تخرحهم شوف المنح الجنسية حق سيادي للدولة سواء للبدون أو غير البدون من قررت لجنة البدون أو جهاز البدون أنهم يستحقون الجنسية من البدون المفروض أن يمنحون أنا أقول من قررت ودرست حالاتهم المفروض أن يمنحون الجنسية يبقى الحكومة إذا تفترع هذه المعلومة يعني أنت الحين قاعد تقول هو نقالها على الهوى يعني تقولهم لا تصوتون أكيد غلطانين يعني أكيد الحكومة غلطانة وبالتالي أنت تعول على الحكومة إذا كان هذا الكلام صحيح تعول عليه أنها هي راح تجد حل إلى هذا أنا أدع الحكومة وطالب الحكومة أنها تحل المشكلة وفقاً لخارض الطريق الجهاز أعول عليها أي المفترض أعول عليها من اللي حل؟ هي المهمة على شؤون الدولة هي المفروضة أنها تحل لكن أحنا المشكلة أن هذه تركتها الحكومات المتعاقبة طولها السنين تركتها القضية لتصبح وصلت إلى حد المعضلة الآن وهذا قاعد حتى أمن الكويت قاعد يتحدد بسبب عدم حل هالقضية أمن الكويت تحدد بسبب عدم حل قضية يعني بحالة مظاهرات وحالة قلاقل مظاهرات كانت سواء الأغلبية لا لا مظاهرات البدون أنا قصد هذه مظاهرات البدون هل وصلتنا إلى حالة خطر؟ لا يعني تهدد الدولة؟ يعني أنت الحين لما تصيح مظاهرات والمظاهرات الأغلبية البعض كان يطلع وعندنا هنا بعض الضيوف طلعوا وقالوا أن بعض المظاهرات متسوسة من الخارج وتحرك من الخارج ولكن يعني على موضوع البدون ما كان في اتحار المظاهرات أي كانت بشكل مستمر التي تستدعي المصادمات مع رجال الأمن ولو سمح الله لو سقط قتله ولا سقط ولا سالة الدماء هذا يهدد أمن الكويت الكويت هي الكبرهة أي نوع من هذه التحركات مؤكد يهددنا ولين صارت التحركات؟ لأن المشكلة ما نحلت هذا اللي قاعد أقوله أضع نقطة في الدقائق الأخيرة أبي أطلع من المشهد المحلي كانت لك تغريدة بخالد في الـ 2012 ديسمبر 2012 دول الربيع العربي ثارت من أجل الديمقراطية واكتشفت ضحالة منيتها وعقيدتها الديمقراطية هناك ديكتاتور يسكن الروح العربية أنا ومن بعدي الطوفان لا زال هذا ديكتاتور يعيش في النفس العربية اليوم باختصار بالجرد والله إلى حد ما إلى حد ما ديكتاتور لا زال يعيش المشهد المصري قد يكون اليوم هو المشهد السياسي المسيطر حتى للناس يمكن في جو هذا الانتخابات الكويتية لكن الكل تقريبا قاعد يتابع ما يجري اليوم في الشقيقة الكبرى مصر بخالد كيف يرى المشهد المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي مؤلم مؤلم وينذر بمخاطر على أم الدنيا والله يحفظ مصر نتألم لما حدث ويحدث فيها سويت ريتويت حركة عن تابع موقع التواصل الاجتماع حتى متابع الريتويت سويت ريتويت حق الكاتب الكبير على الأسواني أنا بنقل نص التغريدة مالت على الكاتب المصري الكبير دستوركم باطل لأنه صدر من لجنة أطلتها المحكمة وكانت ستبطلها مرة أخرى لولا الإعلان الدكتاتوري نرفض دستور المرشد وسوف نسقط الدكتاتور مرسي ماذا يعني إعادة التغريدة لحزم الخامن؟ موضوع الدستور دستور الأخوان المسلمين وهذه النقطة التي أشعلت شرارة الثورة الثانية التي هي ثورة الثلاثين يونيو أن يأتي تنظيم الأخوان المسلمين لكي يؤخون الدستور المصري دستور أكبر دولة تعتقد بالفعل؟ يعني الأخوان المسلمين سعوا إلى أخوانة الدولة وأخوانة الدستور المصري؟ نعم متبه إجابات قاطعة؟ نعم وبالتالي تغريدك قبل أيام لذكرت فيها الأخوان المسلمين تنظيم انطلق من مصر وانكثأ في مصر أول تجربة للأخوان المسلمين في حكم مصر هي تجربة الرئيس مرسي وتجربة ما بعد 25 يناير أداء الأخوان المسلمين كتنظيم جعل من الشعب المصري يهتف يسقط يسقط حكم المرشد ولم يقول يسقط يسقط حكم مرسي حكم المرشد بمعنى أن الأخوان المسلمين كتنظيم هو الذي أدار الدولة المصرية وبالتالي انتزاعهم من جديد عن السلطة أعتقد أنها كفاءة كبيرة لها محاذير خطيرة طبعاً الآن بالمواجهات التي تحدثت والله يسر ما تعتقد أن معهم بالحق في النهاية هما وصلوا إلى عبر صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي وصلوا في أول انتخابات ديمقراطية لرئيس مدني بعد سنة الجيش تدخل وعزل الرئيس مرسي لا تعتقد أن معهم الحق فين يثوروا من جديد نعم أنا أقول النموذج اللي قاعد يخترع الآن في العالم العربي وينفرد فيه العالم العربي هذا نموذج غير مسبوق في الديمقراطيات نموذج التغيير بالشارع أنا احتشد مليون ولا مليونين ولا أشر ملايين ويغيره النظام ويغيره دولة هل حين مو قاعد يصل له في العالم العربي كيعني في الدول اللي تدعي الديمقراطية يعني في أمريكا تخيل أن الحزب الجمهوري لا يعجبه أداء الحزب الديمقراطي ينزل الشارع وينزل خمسين مليون أمريكي ويغيرون النظام هذا موارد ولا في بريطانيا ولا في فرنسا لكن اللي قاعد يصير عندنا في العالم العربي أنا ما ودي أحد يصل بالديمقراطية وفي صندوق الانتخاب وينتزع بهذه الطريقة ولكن الجيش المصريش قال قال لقد انحشته مع الشعب الذي لا يريد هذا النظام 30 مليون اطلعوا ضد مرسي في حين الانتخبه 18 مليون برجع إلى المشهد الكويتي قبل ما أخطب معاك بما نتكلمنا على موضوع الإخوان المسلمين بكرت لك تغريدة في أبريل الماضي حول تسمية أحد شوارع الكويت باسم المرحوم حسن البنة الواجب علينا تخليد اسمي تات شربوش الأب لدورهما بدحر الغزو وتحقيق التحرير لا تخليد حسن البنة مؤسس الحزب الذي خذلنا في عزم حليتنا ووقف ضد الضبنة في تحليق مرتاني على هذا الكلام لأن البعض أساء فهم هذا التحرير لا لا رأيه واضح يعني حسن البنة مؤسس لتنظيم إسلامي شارع باسمه شو المشكلة بعض اعتبره شخصية ورمز إسلامي يستحق أن يكون هناك شارع بالكويت باسمه ليش تستكثر عليه شارع باسمه بس أنا أعتقد الدور اللي قام فيه جورج بوش بالنسبة للكويت وقامت فيه تاتشير بالنسبة للكويت أكبر بكثير من دور حسن البنة الذي تنظيمه انتهى فينا في عام تسعين كتنظيم لأخوان المسلمين تنظيم حسن البنة كل قواه في الشاح الساحات العربية وحتى في الساحات الإسلامية كانت تتظاهر ضد التدقل الأجنبي على قراتهم في الكويت ووصلوا حتى لمطالبة أمريكا بعدم التدخل وبجيوش إسلامية الأخوان المسلمين كتنظيم حسن البنة كان موقفة من أسوأ المواقف ضد الكويت وكان علينا بعد التحرير أن ننتزع هذه اللوحة إذا وصلت لبرلمان راح تنتزع هذه اللوحة بسببتك المحابية راح أطالب أن تنشال لوحة حسن البنة مو طعنا في حسن البنة ومكانته السياسية ومكانته الرمزية عند الأخوان المسلمين وفي العالم العربي وعند العالم الإسلامي أنا لا أنازع في هذا الموضوع لكن بسبب هذا يعني لو فيه تنظيم شارع مكتوب فيه جورج حبش كنت طالب أنه شلو نسم جورج حبش لأنه كان جورج حبش موقفة سيئة من تحرير الكويت أنا في موضوع الكويت أنا وصلت للختام منحاز ولاني محايد وهذا أضبعاً الكول يشهد لك فيه أنا مع الكويت أنا وصلت إلى الختام بنص دقيقة كلمة أخيرة يوجهها يوسف عبد الحميد الجاسب للناقبين الكويتين شكوا لهذا أرجوكم شاركوا لا تقاطعون الكويت تستحق مننا الكثير تستحق المشاركة كل شكر لك الأستاذ يوسف عبد الحميد الجاسب مرشح الدائرة الثالفة تحملتنا وشكراً على ساعة صدرك على أن نلتقي معك إن شاء الله في علاقات قادمة شكراً لك ومشكور على أهل المنصة حياك الله شكراً لكم وصولكم مشاهدين الكرام موعدي معاكم يوم الثلاثة القادم مقدمة نبارك عليكم الشهر ساعة عشر مع مرشح الدائرة الخامسة سعود إسفاعي في أمانك موسيقى